حزب الشعب النمساوي بيتجاوز للمرة الأولى حاجز 24 بيستطلعت الرأي يمكن احنا قلنا نوين الاسبوع الماضي كان بين 22 و 21 وكانوا بيتأرجح المركز الثاني بين حزب الشعب وبين حزب الاشتراكي عندنا خبر تاني بيقول انتخابات النمسا 24 سجال حاد بين نيهاما وبابلر في أول مناظرة تلفزيونية ودي اللي بدأت من الاسبوع الماضي مستمرة في الاسبوع ده و المناظرات اللي بين الأحزاب وبعضها وكل واحد بيعرض وجهت نظره وبرنامجه الانتخابي و النقاط اللي هيركز عليها في المستقبل عندنا خبر تاني انتخابات النمسا برضو تبادل اقتراحات بناءة بين حزب النيهز وحزب الشعب بنلاحظ ان هناك برضو مغازلات بين الأحزاب وبعضها كل واحد بيتقارب حول الفكرة أو حول موضوع معين بيبقى فيه تقارب بين أحزاب وبعضها وفيه طبعا عملية النفور زي ما أحد المذعين قال أني في حزب الخضر وحزب الحرية قال قدامي شخصين يلتقوا في كل شيء في الاستوديو فقط ولكن يعني لا يلتقوا بأي شيء آخر فقط التقوا في الجغرافيا التقوا في الجغرافيا إلا في الاستوديو يعني التقوا جغرافيا آخر خبر معايا اللي هو خاص برضو حزب الخضر بيحذر من تدورات خطيرة في النمسا في حال فوز حزب الحرية نعم شايف حضرتك تابعة المناظرات تابعة الحاجة وبرضو متابعة دايما من الأخبار على مدار الأسبوع وجهة نظرك في المناظرات دي وإيه لي لفت نظرك بصورة واضحة جدا تقدر تقول الحزب دا والحزب دا هما دول اللي أنا شايف ممكن يكونوا متقربين من بعض جميل جدا الأستاذة ندوح صراحة الخبر الأبرز هو هو حزب الشعب النمساوي يتجاوز لأول مرة حاجز 24% وفي استطلاعات الرأي طبعا هاي الاستطلاعات الهامة جدا اللي بتجريها فعليا وكالة الأنباء النمساوية أبا فبالتالي أنه وصل وصل حزب الشعب للإستطلاعات ل24% طبعا الحرية ما زال عن 27.4% والاس بي او مع الأسف تراجع إلى 20.5% هناخد هاي الأرقام بكل بساطة بصراحة ونروح فورا إلى إلى يعني الأخبار الرئيسية والخبر الأبرز هو فعليا بصراحة المناظرات التي حصلت بالآخر 24 ساعة ما بين بابلر ونيهامر وما بين كوغلر ورايزينجر حزب النيوز بصراحة بصراحة اللقاء أو خلينا نقول يعني بشكل عام بشكل عام كل المناظرات اللي شهدتها واللي أنت قلت لي كيف رأيك كيف شايف الأمور في عنا حالة حالة بصراحة خلينا نسميها الركود الانتخابي بصراحة يعني ما زالت الأحداث الانتخابية هادئة للغاية بصراحة يعني اليوم كل حزب ما زالت ضمن المنطقة التي هو بالأصل موجود فيها ويراوح بها الخضر في مكانه النيوز في مكانه مع هامش تحرك لا يتجاوز واحد إلى اثنين بالمئة بما فيها الأحزاب السيادية أو الأحزاب المسيطرة حرية حرية شعب اس بي او فما زالوا بمكانه بصراحة أضف على ذلك أن النبرة الانتخابية وحالة الخطاب التي ينتهجها كل حزب وكل رئيس حزب يعني إن كان من خلال المناظرات التلفزيونية البالغة الأهمية ما زالت صراحة في في المستوى الضعيف في المستوى المنخفض لم نذهب يعني حتى الآن يعني يوجد مثلا لو تذكر في الانتخابات السابقة صراحة يوجد قنبلة انتخابية يوجد خبر خبر ما بتلاقي فعلا بيأسر على على النسب اثنين ثلاثة بالمئة بيتصاعد بينزل ففعليا في حالة من الهدوء أو لربما نحن دي البداية معيش هدوء ما قبل العاصفة الذي سيشهده الأسبوعين الأخيرين والذي اعتادت عليه كل الانتخابات بصراحة أن يقوم كل حزب بتفجيرها في الوقت الحساس الذي يؤثر على رأي الناخب نعم فبالتالي بصراحة مع نسبة 24% التي حصل على حزب الشعب بصراحة من استمع من استمع للمناظرة التي حصلت في الأمس ما بين بابلر واني هامر يعني فعلا يستطيع أن يلمس مدى قوة الأوفوبي ومدى ضعف حزب الاس بي او بصراحة حزب الاس بي او مع الأسف شخصية بابلر لم تصل بعد إلى المستوى المستوى التي ترقى لأن نشاهد مستشار ايوه اشكرك اشكرك فعلا لم يصل بعد إلى هذه النقطة السيد بابلر شخص جريء شخص محترم شخص عنده عنده ثقافة اشتراكية حقيقية هذا ما أوصله لرئاسة الحزب التي حصلت قبل أشهر بينه وما بين ديسكو سيل حاكم بورغلان فبالتالي ولكن هذا لا يرقى بعد إلى مستوى النمس لا يرقى إلى المستوى القياد لا يرقى إلى المستوى الإداري يحتاج إلى تطوير مصطلحاته الانتخاب مصطلحاته الإعلامية بحاجة إلى تطوير حضوره يعني الكارني هامر متألق بصراختات كارني هامر كان متألق جدا حتى متألق بكل 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 لقاءاته إن كان مع رايزينجر إن كان مع بابلر نقدر نوم زاكر بالضبط يعني لا لا هو أيضا شوف سيد الكريم أكاديمية الأكاديمية الدبلوماسية لحزب الشعب فعليا أنتجت سياسيين على المستوى الحقيقي بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى وكل سياسي تراه أصيلاً ماذا يعني هذا الكلام يعني كارلي هامر تدرج طبعاً من أكاديمية شرطة إلى كذا إلى عدة مراكز وكان آخرها وزير الداخلية ثم تطور إلى المستشار النمساوي وما زال ضمن هذه الكاريزمة ما أساء وما أرجع وما أعاد يعني كارلي هامر وخسر حزبه تقريباً 10% بالاستطلاعات هي فعلياً التحديات السياسية أنا لست متفقاً مع كارلي هامر لو تسأني على صعيد شخصي أنا لست متفق معه ولكن فعلياً هو خسر خسر كثيراً بسبب التحديات كورونا أوكرانيا أزمة الشرق الأوسط أزمة اللاجئين المتنامية هذا هو ما أعاده أنت بتلاحظ أن حزب الشعب بيهتم بتدريب الكوادر أو إنتاج الكوادر عشان كده بيطلعوا بيأخذوا كل الأحزاب تعتني بهذا الشيء ولكن فعلياً من يعتني فعلاً بشكل حقيقي حالياً حزب الشعب يليه الاس بي او يليه الخضر وأعتقد فيه ونيوز وفي المراحل الأخيرة الحرية لماذا؟ لأن الحرية يعتمد على الخطاب الشعب ويعتمد على الكراهي يعتمد على ما يسجل نقاط ضعف خصمه ولكن ليس عنده نقاط قوة فعلياً حزب الحرية ضروري طبعاً إن قيمه ما زال مع الأسف يتربع على عرش الاستطلاعات ب27.4% وأنا أعتقد سيصل إلى الـ 28 سيأخذ الـ 28 وربما أكثر سيتراوح ما بين 28 زائد نقص 2 هذه نتيجته يعني هو من 26 إلى 30 أيضاً حزب الشعب أيضاً سخفه ما بين 23 و26 حزب الاس بي او ما بين 19 إلى 22 لا أعتقد سيكون أقل أو أكثر من ذلك طبعاً الخضر زائد ناقص 10 زائد ناقص النيوز 10 زائد ناقص لحزة بالأخرى يعني حزوزها خاصة الكي بأو ممكن أن يصل إلى العتبة التي هي أربعة بالمئة ولكن المشكلة أن أو ليس المشكلة يعني بمعناه يعني وضع حزب الحرية اليوم فعلياً يتربى على استحقاق لا يستحقه هو استفاد من المشاكل المحيطة وكما قال الأستاذ رفعة زيادة في العديد من اللقاءاته أن الشعب يقاضي ويحاكم السلطة كان من كان فاليوم من فهو في السلطة الخضر والشعب فبالتالي يعاقبوا لن نحوه بسوطنة ولن نحوه بسوطنة يعني سنذهب إلى الحرية طب عندي خبر تاني يمكن سقط مني انتخابات برضو يخص بانتخابات ان التبادل حد للإعتماد بين كيكل وكوغلر في المراندرة التالتة بالضبط يعني صراحة يعني بعيدا عن تفاصيل المناظرات يعني كل هي في عندك موضوع السوسيال موضوع اللاجئين موضوع الاقتصادي موضوع المناخ يعني هذه الأمور التي يتقاتل فيها وبتنمو أن كل واحد يتراوح ما بين هوامشه يعني كل حزب عنده هوامش عنده مساحة محددة يتحرك بها فطبيعي يعني أخضر فينا نقول أقصى اليسار مع الكيكل هو أقصى اليمين أقصى اليمين أين سيلتقوا أكيد أنني يلتقوا في الستوديو زي ما قال الرامح سيتلتقوا بالاستيديو سيتلتقوا بالمكان اللي هم موجودين فيه أكثر من ذلك لا يلتقوا ولكن لربما يوجد التقاء أحيانا بموضوع الصحي إلى حد ما أعتقد التقى مع النيوز بموضوع الصحي لكن في تناغم بين الخضر والنيوز طبيعي يكون في تناغم بحكم تشابه التوجهات إلى حد ما التوجهات الإصلاحية التوجهات البناءة مكافحة الفساد هذه يتفق فيها وإن كان النيوز يميل للموضوع الإصلاحي ده يمكن أكثر من أي حد من الأحزاب النيوز اليوم سيدي الكريم النيوز اليوم يعني باعتبار ذكرنا النيوز اليوم بيطا مايدل رايزنجر تحاول أن تقدم نفسها اليوم على أنها هي على فكرة هي الملك اليوم الملك من هو سيدي الكريم تعرف؟ هو النيوز هو النيوز لأن النيوز سيدخل في حكومة الوفاوبي اس بي او يعني اس بي او والاس بي او لا يستطيع من دون حزنها النيوز والخضر اليوم يعني كما يقال انحرق كرتوب صراحة لا هو صاحب الاس بي او ولا هو صاحب الوفاوبي 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 انسى انسى الموضوع منه ففعليا اليوم بياتا مايلر رايزنجر اليوم تقدم نفسها اليوم على أنها بصراحة التي ستفرد نفسها بقوة من خلال من خلال أنها أن حزبها هو الذي سيسمح هو حزبها الذي سيسمح بوصول بوصول المستشار إلى المستشارية يعني فبالتالي فبالتالي اليوم مايلر رايزنجر كلماتها دقيقة واضحة هادئة لا يوجد عندها أي تجاوز أي مشاكل تحاول أن تتناغم مع الأحزاب خاصة أنها تناغمت كثيرا مع مع لقاءها مع كارل نيهامر وقالت له أن أنا أريد أن أكون في حكومة إصلاحية طبعا كارل نيهامر قال أنا لا أستطيع أن أؤكد من سيكون في الإتلاف والأمس أي ونقطة هامة نقطة هامة في الأمس أيضا في حوار كارل نيهامر حتى إتلاف كبير ما أدرش برضو يصرح به في حوار كارل نيهامر عندما سئل أيضا أنك مع بابلر هل ستتحالف مع مع الـ قال لن أتحالف يعني أنا لن أتحالف مع هربت كيكل ولكن لن أتحدث عن التحالفات إلا ما بعد الانتخابات إلا حتى مساء أبدأ في الحديث من الموضوع بعدها مساء تسعة وعشرين تسعة وعشرين لحد القادم الذي يليه فعليا بعد الذي يليه وإن كان يعني في كتير من الخبرة بيقولوا أنه هيجي ائتلاف كبير بين الـ وبين الـ لكن هما بالاحتياجهم لو ما تخطوش 50% أكيد هيلققوا لموضوع النيوز مليون في المية هذا الشيء لابد منهم ومن الممكن أن يكون الـ سعيد الحظ يعني تخيل أن يكون في عنا تقريبا 48% ما بين SBA أو FOP وبدون 2000% أنا لا تنسى سيد الكريم من سيدخل للحكومة سيطالب وزارات لن يدخل على بياض عيون بابلر ولا بياض عيون أو سواد عيون لا لا طبعا بالتالي هما بيختاروا الأقل ضرب الأقل من الحقائب السيادية فممكن يكون الكي بي أو والكي بي أو إلى حد ما فينا نقول يساري وممكن أن نتوافق مع الـ فجرحة كي بيقولوا خارج من عبائة الـ نعم صحيح هو الحزب الشيوع الاشتراكي يعني نفس المدرسة المدرسة الشوائية الاهتمام بالإسكان والفقراء يعني السياسة الحمراء بشكل أو بآخر بس هما دول بركيزو على اسكان اكتب